بي سي دي إفني تم توزيع معدات وتجهيزات لتنمية قدرة أطفال التوحد والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا دعم حامل المشاريع بالإقليم هذا البرنامج يهدف إلى خلق فورة جديدة لتشغيل وتشجيع الحيث لمقاولة لدى الشباب وكذلك تتمين المبادرات الاقتصادية الصغيرة بالنسبة لفئة المستهدفة هي الحامل المشاريع المنتمين الأوسط لهشاشة المبادرة من شأنها تقليل من الهشاشة ودعم القطاع المقاولاتي ودعم كذلك الفئة الشابة وأشرف عامل إقليم سي دي إفني الحصن صدقي على توزيع عدة تجهيزات لفائدة جمعية جنة لأطفال التوحد بتكلفة تصل إلى 100 ألف درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزيع مجموعة من المؤيدات والجهيزات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي يستفد منها أطفال التوحد والأشخاص الذوية للحتياجات الخاصة على مستوى الإقليم أجل تسهيل ولوجه هذه الفئة داخل المجتمع ويهدف هذا المشروع إلى الإدماج التربوي والاجتماعي لأطفال التوحد وإلى مواكبة ودعم فئة ذو الاحتياجات الخاصة في الاندماج الاجتماعي والتربوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر